بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألذك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغ من لذني عزرا فانطلقا حتى إذا ديا أهلق اليد استضع ما أهلا فأبوا فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقاما قال لو شئت لدخضت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بدأوين ما لم تستطيع عليه سبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وكان مراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمني لفخشينا أن يريقهما دغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكابا وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يدلمين في المدينة وكان تحته كنس لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنسهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمريم ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتنو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا منغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين في عين حميئة ووجد عندها قوما قل لا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرى وأما من آمن وعمل صالحا فنه جزاء للحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا منغ مطلع الشمس وجدها تتنع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا ثم أتبع سببا حتى إذا بنغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يقادون يفقهون قونا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدام قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ربما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني نفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمد من ربي فإذا جاء بعض ربي جعله دكا وكان بعض ربي حقا ودركنا بعضهم يومئذ يموج في بعضهم ونفخ في السور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكي وكانوا وكانوا لا يستطيعون السمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أوليام إنا أعددنا جهنم للكافرين نزنا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيه في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون سنعام أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ونقائه فحبيطت أعمالهم فحبيطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة واسلام ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياته ورسله هزوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزنا خالدين فيها لا يبغون عنها حوانا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي كلمات ربي ونوجدنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده سجريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهل العزم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكان دمرابي عاقرا فابري من لدنك وليعم يرسه ويرس منها ليعقوب واجعله ربي 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 يام يا زكريا إنا نبشرك بغلام نسوه يحيا لم نجعله من قبل سبيليام قال ربي أنا يكون لي غلامه وكان دمرابي عاقرا وقد بلغت من الكبر عذيليام قالك ذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم ذك شيئا قال ربي جعلني آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيا خذ الكتاب بقوة وعديناه الحكم صبييا وحنالا من لدنا وزكاة وكانت قيا وبرى بوارديه ولم يكن جبارا عصيا وصلام عليه يوم بلد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثلنها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت أقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما سكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسس لي بشر ولم أكب غيا قالت ذلك قال ربك وعلي هينه ولنجعله آية للناس ورحمدا منا وكان أمرا مقضيا فحملته فاندبذت به مكانا قصيا فأجاه المغاد إلى جذع النخلت قالت يا ليدني ميت قبل هذا قبل هذا وكنت نسيا من سيا فنادى من تحتها أن لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وغزي إليه بجذع النخلت تساقط عليك رضبا جريا فقني واشربي وقرري عينا فإما درين من البشر أحدا فقوري إني نذرد للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إن سيا فأتت به قومها تحملوا قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فنيا يا أخذ هارون ما كان أبوك رأسهم وما كان أبوك بغيا فأشارت إليهم قالوا كيف نقلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آثى لي الجذاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني من الصلاة والسجاة ما دمت حيا وبرى بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ابنت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمدرون ما قال لله أن يتغلق من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فعبدوه هذا سرات مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأمصر يوم يأتون لنا لائل الظالمون اليوم في ظلال مبين وأذرهم يوم الحسرة إذ قذي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرس الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكذاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لي أبيه يا أبد لم تعبد ما لا يسمع ولا يبسر ولا يغني عنك شيئا يا أبد إني قد جاءني من العلم ما لم يأذك فاتبعني أهدك سراطا سويا يا أبد لا تعبد الشيطان إن الشيطان قال للرحمن عسيا يا أبد إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان مليا قال أراضب أن دعنا لي فيه يا إبراهيم لإلا أن ذهل أرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بيحفيا وأعدزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا فلما أعتزلهم وما يعبدون من دون الله وأبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان سذق عليا واذكر في القذاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أقاه هارون نبيا واذكر في القذاب إسماعيل إنه كان صادقا وعن وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزقاة وكان عند ربيه مرضيا واذكر في القذاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عنيا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجدبينا إذى تتنى عليهم آيات الرحمن خروا وسجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهاد فسوف يلقون غياء إلا من داب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يذنبون شيئا جنة عدن الذي بعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان بعده مأديا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة الذي نورث من عبادنا من كانت قيا وما نتنزل إلا بأمر ربكم له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبدوا واستبر لعبادتهم هل تعلم له سميا ويقول الإنسان إذا ما ميت لسوا فأخرجوا حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننسعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عيديا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صييا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الواردين في هذه سييا وإذا تتنا عليهم آيادنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين أي الفريقين خير مقاما وأحسن لذي وكما لكنا قبلهم من قرنهم أحسن أثاثا وريا قل من كان في الظنانة فليمددنه الرحمن مدام حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندام ويسيد الله الذين أددوا هدام والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردام أفرأي ذا الذي كفر بآياتنا وقال له دين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عدام كلا سنرثه ما يقول ونمد له من العذاب مدام ونرثه ما يقول ويأتينا فردام واتخذوا من دون الله آلي ذا ليكونوا لهم عزام كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم مغدام ألم در أن أرسلنا الشياخين على الكافرين تأسهم أزام فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدام يوم نحشر المتقين إلى الرحمن مفدام ونسوق المجرمين إلى زهنم غردام لا يملكون الشفاة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدام وقالوا اتخذ الرحمن ولدام وقالوا اتخذ الرحمن ولدام لقد جئتم شيئا إذام تقاد السماوات يتفطرن من ودن شق الأرض وتخر الجبال هدام أندعوا للرحمن ولدام وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدام إن كل ماذا في السماوات والأرض إلا بالرحمن عددام لقد أحصاهم وعدهم عدام وكلهم هذه يوم القيامة فردام إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن مدام فإنما يسرناه بنسان قنث بشر به المدقين فتندر به قوما مدام وكم هلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا ترجمة نانسي قنقر